في بداية حلقتنا طبعا هنتكلم عن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي اللي بالامس خلاص اغلق الملف المحلي النادي الاهلي ما شاء الله كان عنده تلات ماتشات مهمين جدا كان عنده مباراة امبي طلاع الجيش السيراميكا كليو بطرة بالامس والحمد لله النادي الاهلي قدر يفوز في التلات مباريات ويحقق العلامة الكاملة تسع نقاط علشان كده كان النادي الاهلي كولر كل ما كان حد يسأله يقول له مباراة الوداد يقول لك انا عندي المباراة القادمة هي المباراة المهمة الكلام ده لما كان شغال في الدور المحلي او الدور المصري وهي دي الرسالة اللي كان عايز يوصلها للعب النادي الاهلي المباراة القادمة بالنسبة له بتكون هي المباراة الاهم ما اقدرش ابص على المباراة لسه بعد تلات اربع ماتشات سواء لو كانت نهاية افريقية لكن انا عندي المرحلة الحالية هي اللي كانت اهم علشان كده بنشوف النادي الاهلي ما شاء الله في التلات مباراة السابقين في الدوري المحلي وهي البطولة المهمة ايضا وهدف كبير من اهداف النادي الاهلي في هذا الموسم هذا الموسم للحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها النادي الاهلي حقق اتنين سوبر محلي وبطولة كأس مصر ومتبقى عندنا بطولة الدوري بطولة افريقيا وبطولة كأس مصر الجديدة بطولة الدوري المحلي وعايز اقف عندها شوية كان ثلاث مدشات مهمين الحمد لله الفترة عدناها النهاردة بطن من كل جماهير النادي الاهلي محمد الشناوي علي لطفي حمد فتحي التلاتة النهاردة شاركوا في اجزاء من التدريبات علشان المباراة المهمة جدا النهاردة خدوا اجزاء في تدريبات اليوم البرنامج العلاجي للتلاتة الحمد لله بيسير بشكل ممتاز في عملية الشفاء وان شاء الله التلاتة يكونوا موجودين تلاتة ركاز مهمة محمد الشناوي وعلي لطفي وحمد فتحي ده ايضا بياخدنا لحراسة مرمى النادي الاهلي حتى مع عصابة محمد الشناوي وعلي لطفي بنشوف واحد من ابناء النادي الاهلي مصطفى شبير مبارح اللي بيقول يعني انا موجود وكل مباراة مصطفى شبير بياخد فيها فرصة بيطمننا اكتر واكتر والحمد لله عندنا مركز حراسة النادي الاهلي دايما بخير وايضا كمان حمزة علاء يعني كان متواجد على ديكة مدلاء عندنا مصطفى مخلوف فمشاء الله كنا دايما هنا في برنامج الاشبال بنقول للناس اتطمنوا عندنا في قطاع الناشئين حراس مرمى صاعدين وعدين